صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشبع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد نقرأ فيه من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي وكنا في الدرس الماضي قرأنا حديث إنما الأعمال بالنيات وسنتابع في قراءة الأحاديث لنتابع حديثا عن النية وما يتعنق بها أما الحديث الثاني فضل وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري إذن أيضا هذا الحديث من أصح الأحاديث متفق عليه والشاهد في هذا الحديث ساقه الإمام النووي عند قوله ثم يبعثون على نياتهم والحديث يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم يأتي جيش يغزو الكعبة يريد هدم الكعبة والإساء إلى الكعبة هذا عمل شرير كثيرا وسيء جدا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هلأ هذا الجيش سيخرب أعظم بيتين في هذه الأرض الكعبة يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يعني بفلات من الأرض بمفازة من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم يعني يهلكهم الله تعالى جميعا قبل أن يدمروا الكعبة لأنه للبيت رب يحميه سيد عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم أسواقهم يعني السوق من الناس الناس البسطاء الذين لا علم لهم في المسائل وإنما أخرجوا يعني عنوتان أو جبرا أو وفيهم أهل أسواقهم لأنه كانت قوافل الجيوش يأتي من يبيعهم ومن يشتري منهم فإذا خسف بأولهم وآخرهم يعني سيخسف في الجميع تقول عائشة يا رسول الله طيب فيه ناس بسطاء كثير موجودين فيه ناس معاهم علاقة جايين يبيعون خبز يبيعون أكل يبيعون شراب يبيعون حليب إذا خسف في أولهم وآخرهم سيهلك هؤلاء الباعة سيهلك أهل الأسواق سيهلك هؤلاء الناس البسطاء طيب من أرادوا هدم الكعبة فليعاقبوا بس طيب هذا الإنسان البسيط شؤله لماذا يخسف به قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم مرات في واحد مارئ جنبهم الخسف إذا صار في مكان بدا تنزل هالأرض تبتلع من يمر عليها في واحد مارئ ما لعلاقة بكل هذا الجيش وبيكل هذا العمل قالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم أما الهلك سيهلكون جميعا لكن يوم القيامة من كانت نيته أنه ذاهب بيدمر الكعبة سيكون مع أهل النار وأهل الضلال وأهل الفجور ومن كان لا علاقة له بالمسألة ومن كان يظن بأنه ذاهب ليفعل خيرا ولا يعرف أن الأمر لهدم كعبة سيبعثه الله على نيته ويعطيه أجرا مع أنه كان يمشي في مكان يعني يظن بأنه خير رسو هذا المكان ليس خيرا الشاهد من الموضوع تصحيح النية تصحيح النية والشاهد من الموضوع استحضار النية الصحيحة والشاهد من الحديث إنما هو إخلاصك في النية في أعمالك لله تعالى لأنك ستحاسب على نيتك في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد من فوائده أن لا يجلس أحدنا مع أهل الظلم وأهل الفجور وأهل الضلال لأنه بينخافين ينخسف فيهم وأنتي قاعد معهم فيلحق الخسف بك بس والله أنا أعد معهم بس والله الله وكيلك لا بيأثروا علي ولا بيقدروا يشوشوا علي بس يا أخي أنا يعني بدي يضلي أعد معهم عم بيستأنس بالأعد معهم دير بالك أن يخسف بهم وأنتي قاعد معهم فيخسف بك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ناس صالحين وسيبعثون يوم القيامة على نية خيرة بس لأنهم كانوا في جيش يهدموا الكعبة فسيخسفوا بهذا بهم ويخسف بهم معهم مرة كان عندي درس في الجامع الأموي وبعد الدرس جاء من يسألني وكان تدني رمضان أذكر جاء من يسألني أسئله وتحلق حولي الناس والجملة جاءني شام قال لي يا أستاذ أنا أريد أن أسألك سؤال قال ناله تفضل قال أنا صر لي عشر سنين بمزاع الأبي وما بحكي معه وأنا أريده بده يكمل السؤال هو يقال لي صل له عشر سنين بمزاع الأبو ما بديه يحكي معه قال لي أرجوك وقف وقف رجاء أن ابتعد منه قال السادس يسألك سؤال قال لي لا تسألني أبدا أرجوك بعيد منه يا السادس يسأل أنا السؤال قال لي لا تسأل ولا كلمة يا أنت بتبعد يا أنا بدي أمشي منه قال لي طويل بالك نسألك سؤالة قال لي والله أنا أخاف هلأ أن يخسف بك الأرض وأنا واقف جنبك فيخسف بي معك ابن يعق أباه ويخاصم أباه عشر سنوات ما هذا الولاد لا يكلم أباه عشر سنوات قال لي لا تسألني شيء ما في فائدة من أي سؤال روح اتصل بأبوك سلم عليه وبعدين رجاء أحكي معي أما هلأ بدك تسألني شو حكم إذا واحد نسي وأكل بنهار رمضان شو حكم صلاة التراويح شو حكم شو فائدة هذه الأسئلة إذا أنت بعيد من هون إذا كان هو عقل لوالديه ديروا بالكم يا أيها الإخوة هذا الحديث فيه فائدة ألا تجالس أهل الفجور ألا تأنس لأهل الضلال يخشى أن تلحق بهم عقوبة وإنت جالس معهم مرات واحد بيقول بس يا أستاذ أنهم ما بيأثروا علي طيب أنا سأفترض أنهم لن يؤثروا عليك لكن الله عز وجل سيراك جالسا معهم بالله عليك يا أخ إذا كان لك أعداء ورأيت إنسانا يجالسهم ما هو يعني كيف نظرتك لهذا الإنسان الذي يجالس أعداءك ما بتسعال ما بتأخذ على خاطرك أنه كيف أنت بتعرف هؤلاء أعداء وأنت تجالسهم طيب ولله المثل أعلى إذا رب العالمين رأىك تجالس من يبارزونه بالمعاصي هم بأنك لن تتأثر منهم لكن الله عز وجل سيؤاخذك بالجلوس مع من لا يحب خاصة إذا كنت مضطرا فلتكن إذا كنت مضطرا سيلحقك هذا الحديث بس دير بالك حتى إذا كنت مضطرا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياته ففي هذا الحديث فائدة في استحضار النية دائما وفي إخلاص النية لله تعالى وفيه فائدة لا يجالس مرؤ أهل فجور وأهل معاصي معناتها بده يصاحب الأخيار ويصاحب أهل الفضيلة والخير الحديث الثالث وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة انتهت الهجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة كان الواجب على كل مسلم أنه يترك مكة ويلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلي بيقعد بمكة كان آثما وهو قادر أن يسافر كل لازم يذهبون ويلحقون بالمعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الهجرة لكن بعد أن فتحت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح خلص انتهت الهجرة لكن يا أخوان ديروا بالكم لازم كل أخبيناتكم يترك مكان الجهل إلى مكان العلم مرات مسلم ما بيحضر ولا درس طيب كيف ستتعلم دينك متى ستترك جهلك وتلتحق بالعلم متى ستترك بعدك عن الله وتلتحق بمجالس القرب من الله متى ستترك مجالس المعاصي وتلتحق بمجالس الطاعة لازم لازم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم تترك مكة مكة أشرف بقعة في الأرض فيها لازم تتركها لأن المعلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة كان شيخنا عليه رحمة الله يقول يا ابني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لباريس فكانت الهجرة إلى باريس فرد لأنه هي الشغلة ممتعلقة بالمكان ولا بالأحجار ولا بالبنيان ولا بالأرض الشغلة متعلقة بالمعلم لذلك كل أخبناتكم يا أخوان لازم لازم تحضر مجالس علم حتى تتعلم دينا حتى تهجر الجهل الذي يعيشه عدد من الناس مرات واحد يطلق زوجته فتسأله يأتي لي يستفتي أنه أنا يعني طلقت زوجتي هل من طريقة لإرجاعها فتسأله كم مرة رسل لك مطلق زوجتك وقل لك سبعة ثمانية تسعة والله ما بعرف أميش يا لطيف على هذا المسلم الجاهل يا لطيف على هذا المسلم العاق لدينه مرات فتاة مسلمة بتطلع ببنطرون ضيق وإشارب وتقول لك هيك مؤسر من المانطوم وهي حقيقة تعتقل يعني ما هي أنه هي تظن بيقول لك بتقول لك هذا البنطرون يا أخي وصل عند الكعبين يعني أحسن من المانطوم ما هيك بتلاقي مسلمة بتحط مكياج وتحط إشارب وماشي بتقول لك الحمد لله أنا ها أي محجبي هذا إشارب بتلاقي مسلم يتعامل بالربا وبيقول لك الحمد لله أنا ما عم بيأذي حدا يعني خلص أنا يعني تدينت من هالبنك وعم بتفعله الفوائد بس وأنا أبدا يعني محافظ على مواعيدي ما بخلف أبدا وكأنه لا يعلم بأن الله آذن من أكل الربا بالحرب ما بيعرف جهل لماذا لا يعلم يا أخوان الواحد إذا بده يتعلم الطب بده يروح لعند مشايخ الطب بده يتعلم لنجارة بده يروح لعن شيخ لنجارة والإحدادي لعن شيخ لحدادي طيب بده يتعلم دينه كيف؟ قال والله إي HOW أنا عنيت عنيت بسمع كل اللي دروس والله ما في درس إلا بسمعه ما بيمشي الحال بيمشي الحال تصير طبيب عنات بيمشي الحال تصير مهندس عنات ما بيمشي الحال لابد أن تلحق بمجالس الطب ومجالس الهندسية كمان يا أخوان الصحابة كلهم كانوا يلحقون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة ما فيه يترك من بلد إلى بلد لكن لابد يبقي ترك الجهل إلى العلم هذا واجب على كل مسلم وكذلك إذا مسلم موجود في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر الله يجب أن يخرج من ذلك البلد الله يعينهم في بعض أخوة تسمعون وأخوات سافروا وسافرنا إلى بلاد غربية أحيانا بعضهم منعا من أن يؤدي شعائرهم هذا يجب علي أن يهاجر من ذلك البلد أرض الله واسعة يهاجر منها إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم شعائر ديني يا علي دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك الآن الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فضلا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أيها جهاد ونية شايف أن تنوي في قلبك نوايا صحيحة بأنك ستترك الجهل إلى العلم ستترك الظلم إلى العدل ستترك الغفل عن الله إلى الذكر ستترك البعد عن الله إلى القرب ستترك عقوق الوالدين إلى بر الوالدين وتجاهد نفسك حتى تستقيم على أمر الله تعالى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا يعني وإذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله فقوم كمان متفق عليه يقول النووي فضلا ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام حديث الرابع وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه هذه الغزاة غزو التبوك فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض الحديث يقول الصحابة الله يرضى عنهم مشوا في غزو التبوك كانت تسمى غزوة العسرة كان الحر شديدا والسفر بعيدا والزاد قليلا والعدو عنيدا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزاة التي غزاها والغزوات كان لا يخبر الصحابة إلى أين هو ماضي مشان يعمي عن المشركين أخبارها إلا في غزو التبوك قال لهم نحن ذاهبون إلى غزاة تبوك مشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يا إخوان من المدينة المنورة إلى تبوك تبوك وين موجودة؟ بالشمال قريب الأردن مشيان على الأقدام خمسة عشر يوم ماشين وقفوا عشرة أيام ينتظرون الروم لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون قتاله ما جاءت الروم فعادوا كمان خمسة عشر يوم قديش صر لهم؟ خمسة عشر وعشرة وخمسة عشر صرنا أربعين يوم بس أربعين يوم بتموزوا أب وانت عم تمشي من المدينة المنورة عكعب رجليك هيك إلى تبوك يعني تعبوا لما ما تعبوا كان زاد المقاتل كل يوم تمرة يأكلها في النهار ويمص النواتب الليل ما معهم أكل فقر خيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل على مشارف المدينة بعد أربعين يوما قال للصحابة إن بالمدينة لرجالا هذا الحديث ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم كيف؟ كيف يا رسول الله أن تقول إن بالمدينة لرجالا في ناس قاعدين بالمدينة ما طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى شوفوا هدون اللي قاعدين بالمدينة وانتو صلكم أربعين يوم تعب وكد وحرارة وجوع قال هدون أربعين يوم كانوا معكم بعد أنه هن قاعدين بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض مرضى ما استطاعوا أن يطلعهم كيف هن قاعدين بالمدينة وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيتهم يعني هو بقلبه يتألم لأنه ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى في كل خطوة يا ريتني أنا كنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه بنيته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هدون بالضبط بالضبط حالهم كحال الذين خرجوا للجهاد انتوا لكم ثواب المجاهدين وهنن لهم ثواب المجاهدين بنواياهم ديروا بالكم يا أخوان إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها في واحد عمل معصية له رفيق قال له أخ يا ريتني كنت معك لك ليش ما أخذتني معك الاثنين سيأخذون نفس نفس الإثم لأنه تمنى بقلبه أن يكون في المعصية مع صاحبي في واحد له رفيق عمل عملا صالحا ساعد بتنظيف مسجد ببناء مسجد قال له الله يسامحك ليش ما قلت لي والله أنا بحب الله يصلحك على الشأن مشان الله المرة الثانية بتقل لي مشان أنا أكون معك الاثنين نفس الأجر واحد بعمله والآخر بنيته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع نفر فرجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيما يرضي الله تعالى ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لأنفقه كما أنفقه الأول فهما في الأجر سوا أنت شفت مدرسة شرعية وأنت فقير ما معك عشر وراء بس نويت في داخلك الله يكرمك هيك يصير معك مال خليك تساوي مدرسة شرعية خليك تنفق على طلاب مدرسة شرعية خليك تنفق على الدعاة إلى الله الله بيكتب لك الأجر مثل المنفقين شايف هما في الأجر سوا هلأ ثلاثة ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط به خط عشواء ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا فعمل به كما عمل هذا الثالث فهما في الوزر سوا يقول لك يا ريت معي مصاري خليني روح روح أعمل معاصي مثل هذا يا أخي هذا مبسوط أحسن واحد مبسوط بيدني والثاني ما معه مصاري بس يتمنى أن يعمل المعصية هما في الوزر سوا لذلك دير بالك ماذا يجول في نيتك يا أخوان كيف الواحد تكون نيته عالية وتكون نيته صحيحة وتكون نيته كبيرة المطلوب منك مع النية ثلاثة أمور أن تصحح نيتك وأن تعظم نيتك وأن تصصحب نيتك هذه الأحاديث كلها عن النية باب الإخلاص واستحضار النية وإحضار النية في جميع الأعمال والأطوال والأحوال البارزة والخفية المطلوب منك مع نيتك ثلاثة أمور أن تصححها وأن تعظمها وأن تصصحبها وسنأتي إن شاء الله إلى شرح هذه الثلاثة لكن سنعطيها حقا كيف أنت تصحح نيتك كيف أنت تعظم نيتك كيف أنت تصصحب نيتك أنت بحاجة إلى أن تصاحب أصحاب النوايا السليمة أصحاب النوايا العظيمة أصحاب النوايا الجليلة لما بتصاحب أصحاب النوايا العالية بعلموك تصير نيتك عالي لأن هؤلاء بمجالسهم لما بيعود أهل الصلاح وأهل الرشاد وأهل الخير في مجالسهم هيك بيحكوا بيحكوا الله يكرمنا ويجري على إيدنا الخير لكل أهل هالبلد يا رب تجعلنا سبب لإيصال البر لكل الخلائق أذكر بأن شيخنا مرة قال لنا قال يا أبني أنا كنت أدعي في صلاتي أنه الله يجعل على إيدي هداية الشرق والغرب والشيخ كان مسجده وجامع أبو النور غرفي بجبل قاسيون أدل كم شيء ثم إنه صار بعدين مجمع فالشيخ قال أنا يا أبني كنت أدعي الله يجعل على إيدي هداية أهل الشرق والغرب قال سبحان الله أكرمنا الله عز وجل صار يجي إلى المجمع طلاب من الصين وطلاب من شرق آسيا وطلاب من الشيشان من الشرق وصار يأتي طلاب من الغرب يأتي طلاب من فرنسا ويأتي طلاب من البريطانيا قال يا أبني أنا فيما بعد صرت أدعي قول يا رب والشمال والجنوب كمان ووهو بسرق وغرب شايف أنت لما بتعود مع أصحاب النواية العالية بيعلموك تصير نيتك هيك عالية هلا في واحد تاني بعود تعود معه بيقول لك هيك الله يكرمنا بتعريف أنا كل عيشتي مشان عبي بطني الله يكرمني بشي هيك أكلة مراكزة كمسيخ لحمة آكلهم هيك أم بسيط يا أخي أنا مونيتي بكلها الدنيا هادون كمسيخ اللحمة يا حصرت يا لا هي كمسيخ لحمة حلال يعني موحرة بس بس أنت يعني عيشتك شان كمسيخ لحمة شايف الفرق بين واحد نيته في السماء واحد نيته في الأرض واحد بيقول لك أنا بس مونيتي مونيتي من هالدنيا بس بس اشتري الجوال نوع كذا يا أخي بدي اشتري يومين وموت بعدي هلا أنت بس عايشة بشان تحمل هالجوال بس هيك نيتك يعني هالدنية ماشي الحال يعني أنت ملك جوالا مو حرام بس مو معقول أنت نيتك من حياتك بس هذا الأمر يا أخي أنا بس اتجواز شان الله جوزوني بس جوزوني يومين وبعدين خدوا روحي هلا بس بدك هيك يا رجل لك حتتجوز ما تخاف الزواج منيح بس مو معقول أنت كلها يشتك بس هيك يعني مشان هذا الأمر خلي نواياك عالية والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد سالفتي كيف أنت بتصير نيتك صحيحة وكيف بتصير نيتك عظيمة وكيف بتصير نيتك مصاحبة لك دائما بدك تصاحب أصحاب النوايا العالم واحد وبدك تكثير من ذكر الله تعالى اتنين الدرس القادم إن شاء الله سنتابع في قراءة الأحاديث وأحدثكم عن المطلوب منكم مع النية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشفع لنا يا حبيبا لله اشفع لنا يا حبيبا لله